اشتركوا في القناة الحمد للوكفة وسلام وعلى عمدين الذين مصطفى والسلام بالمشتبع والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيتي العباب المستقبلين الشرفة وبعد إخوتي الكرام نمازلنا مع تسير ومع الكشف الشبهات ونحن ننتهي الكشف الشبهات إلى أن يأذن الله فنبدأ بكتاب الطحاوية بإذن الله تعالى في هذا الباب قال المصنف في كشف الشبهات الشبهة الحادية ومن أدى بعض الواجبات أو واجبات الدين لا يكون كفرا ولو أتى بما ينافي التوحيد هذه مشكلة كبيرة جدا وهذا أيضا يتأثر به من يقول بأن التوحيد يعني مجموعه في توحيد الربوبية فقط دون توحيد الإلهية قال من أدى بعض واجبات الدين لا يكون كفرا ولو أتى بما ينافي التوحيد إذا تحققت إذا تحققت أن الدين أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا أقولا وأخفوا شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبهيهم شبهيهم فرض سمعك لجوابها هي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن نصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصومه فكيف تجعلوننا مثل أولئك يعني هم يقولون الفرق بيننا وبينهم كيف تسوون بين مفترقين كيف تسوون بين مفترقين يقولون المفترقين هنا في هذا الباب نحن وهم هم كانوا يكفرون يجحدون بآيات الله يكفرون بآيات الله يكفرون بالقرآن يقولون عن النفس السلام وكاهن أستحر نعم أما نحن فنحن نشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ونصدق بالقرآن ونصدق بالبعث والنشور فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين هم في الذين هم في الكفر والشرك وتجعلوننا كذلك ونحن لسنا كذلك يقول فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه بشيء آخر أنه كيف لم يدخل في الإسلام هذه مسألة مهمة جدا مسألة طبعيد اليهودية وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد ببعضه كمن أقر بالتوحيد والصلاة وجحد أجوب الذكات أو أقر بهذا كل وجحد الصومة أو أقر بهذا كل وجحد الحج ولما لم ينقض نعم ونأس في زمن النبضة ولم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين أكفرون من الله ورسله ويردون أن يفريقوا بين الله ورسله ويقولون أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويردون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولاك هم الكافرون حقا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه ذكر هزالت هذه الشبهة وهذه التي ذكرها بعض أهل الإحسان في كتاب الذي أرسل هنا هو طبعا جاب الجوابين الجواب الأول هذا هو الجواب الجواب الثاني أيضا إطاع عليها ما الجواب الأول فهو أن نقول أنتم الآن قلتم الفرق بيننا وبينهم هم يكفرون بالله هم يجحدون بآيات الله هم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يصدقونه هم يقولون زورا ووهتانا وهم ينكرون القرآن أن يكون من عند الله جل في أولا فالبنش أسع وفرق أسع بيننا وبينهم أما نحن فنؤمن بالله ونصدق الرسول وأيضا نؤمن برسلات الله جل في أولا نقول لهم نعم هذا صحيح أمنتم بالله وصدقتم الرسول وأيضا أمنتم بالقرآن لكن في حقيقة الأمر أنتم على أمرين إما أنكم بعدما أمنتم وأتيتم بالتوحيد أتيتم بما يناقض كالذي يؤمن بالله ويؤمن بالهوم الآخر وأتي إلى القدر فلا يؤمن به فكما قال ابن عباس فقد كذب فقد كذب فقد نقض تكذيبه توحيده نقض تكذيبه توحيده أو أنكم أمنتم بالله أو صدقتم بالرسول وأتيتم بما ينافي ذلك بأن جعلتم مع الله شركاء سبحانه وتعالى لم ينزل لكم عليكم به سلطانا فأيضا أشركتم بذلك ويقال أيضا بأن يقول أنتم فعلتم ما فعل اليهود أنتم فعلتم ما فعل اليهود مع إيمانكم بالكتاب مع إيمانكم بالرحمن لكنكم كذبتم كذبتم من الرحمن وأيضا بتجذيبكم ببعض ما أنزل وكذبتم الرسول بتجذيبكم لبعض ما أتى به من الرسالة قال الله تعالى مبكتا اليهود على هذه الصفة إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفريق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا أن ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينة فالذين أمنوا بالله ورسله ولم يفريقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم وجورهم وكان الله غفورا رحيما قال محذ رحمه الله تعالى اتفق على أن من لم يؤمن بالله وبرسوله وكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافر أو شك في التوحيد أو في الدبوة أو في محمد أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في الشريعة أتى بها عليه السلام نعم مما نقل كافر فإن جحد شيئا مما ذكرنا أو شك إن جحد في ذلك إن جحد شيئا من ذلك مما ذكرنا أو شك في شيء منها ومات على ذلك فأنه كافر مشرك مخلد في النار أبدا وخبرنا الله على ما عندها اليهود من الأباطير التي يتمسكون بها بأنهم في حقيفة أمرهم أنهم كفروا بالله دلت على بأنهم فرقوا بين الله وبين الرسل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن نؤمن ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ولكن هم الكافرون حقا وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا قال أيضا لهذا المشبه المغطل الذي قد كفر ببعض الكتاب وآمن ببعض الكتاب قال عني أنك قد آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنك خذبت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور وهذا يمشى على خطوهم كثير من أهل بداع والضبات الذين يعرضون أحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون الكتاب أو يعرضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرضونهم على عقولهم فموافق العقل قالوا هذا هو كلامنا السلام وما خالف العقل ردوه ردا قويا واتدعوا في دين الله وقد قال بعض العلماء بذلك يكفر بذلك فاتفق الأمة على أن من آمن بشيء ببعض وكفر ببعض أنه يكفر بالكل أنه لا يكفر بالكل قال الله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما يجزه من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ولذلك قال الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد المرسلين أنه ما من نبيه إلا وأخذ الله عليه العهد أن يختبعه وإذا أخذ الله مستقل النبي لما أتيتكم من كتابه وحكمه ثم جاءكم رسوله ومصدقه لما معكم لتبنون نبيه ولا تكفرون ولا تنصرونه قال أقرأتم أخذتم على ذلكم إسري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين ومن آمن بالصيام وكفر بالحج كفر ومن آمن بالصلاة وكفر بالزكاة فقد كفر من آمن ببعض الشريعة وكفر وبعض الشريعة فهو بذلك يكون كفرا خارجا من الملة لا يكون مؤمنا ومن المعلوم أن الانقياد التام شرط من شروط كلمة التوحيد فلابد أن يأتي المكلف حتى يتطقي عند ربه نجاة أن يأتي بتوحيدين توحيد المعبود توحيد الله للشعلاء وتوحيد الاتباع لذلك قال الله تعالى مكان المؤمن ومن هذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خلاص من أمره حديث صفوان بن عسال قال قال يهودين لصحبه إذا بنا لهذا النبي وقال له أسكت لو سمعك أكله أربعة عيون فقبلوا يديه ورجليه فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال فما قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا بأن لا يزال من ذرياته نبي وإننا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود قال التلميدي هذا حديث حسن صحيح فأولئنا يكون مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أين علموا أن أجزموا أنك رسول الله فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن بالالتزام والقياة هما قالوا ذلك من قديم وحتى هم جحدوا لما قالوا كذبوا قالوا إن داود عليه السلام سيكون من نسله نبي ونقش أن يهود تقتلنا لأن نتبعه كذبوا في ذلك والله وهم يعلمون أن داود وهم أنبياء بني إسرائيل عيسى أسلم من أنبياء بني إسرائيل لو بشر يكون بشر بعيس عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مع اعتقاده بالحق لم يتبعه قالوا قد علمت بأن دين محمد من خير جامل برية دين قال لو لا الملامة حذاري مسبة لا قرض به عينك مبين يعني وأنا أتكلم بهذا كلام أقر به عينك وهذا قد تكبر قال لا يعني إستي رأسي فمنعه الكبر من أن إنقاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من إنقاذ الباطن إنقاذ القلب قبل القيادة الجوالح لأنه كما قلنا التوحيد توحدان توحيد الله بالفعلان والتوحيد الاتباع توحيد الاتباع والاتباع أنهم سأستنم لأنه قالوا أن تتعوه تهتدوا وقال من يتع الرسول فقد أطاع الله وقال وما كان المؤمن ولمؤمن إذا قضى الله الرسول أمرا أن يكون لهم الخيالة من أمرهم فمن انقاذ وعلى الشيء وكفر بالبعض الآخر فقد كفر ومن آمن مني وكفر بباقنا بها فقد كفر المسألة لا للتشاه ولكنها لتمام الانقياد إن الذين كفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن نؤمنوا ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتقنوا لنا ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ومن ثم قال الله تعالى أولئك هم الكافرون حقا استحقوا الكفر كليا لأنهم كما قلنا آمنوا ببعض وكفروا ببعض فهم قالوا كيف تلعنوننا في مصاف هؤلاء الذين كفروا بالله وأشراقوا به وكفروا بالقرآن وقاتلوا النبي العدنان نحن نستخد ذلك قلنا أنتم فعلتم مثل ما فعلتم بل فعلتم فوق ما فعلتم عملتم ببعض الكتاب وكفرتوا ببعض الكتاب ففعلتم فيها اليهود فحكمكم حكم اليهود الجواب الثاني في ذلك التوحيد أعظم فريضة فكيف أكفر من جحد الصلاة ولا أكفر من جحد التوحيد هذا عجيب يقال أيضا في هذا الباب هذه الشبهة التي تتمسكون بها إن كنت تقرأ أن تقرر أن من صدق الرسول صعصة في كل شيء وجحد وأجوب الصلاة أنه كان في حال الدم بالإجماع وكذلك إذا أقرب بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب الصوم وصدق بذلك كله لا يتقترب المزايد في كفره بأنه لو جحد بشعير من شعير الإسلام وأبطالها فإنه يكفر بذلك وأعجم العجب أن نقال بأن الكافر فقط من كفر بالتوحيد الحق أن نقول التوحيد أعظم من الصلاة والزكاة والصوم لكن المسألة نتفهمها أن المصدق التوحيد لا بد أن يصدق بالصلاة والصوم والحج لا بد أن يصدق بها ومن جحد بالصوم فقط جحد بالتوحيد هذه إنسان توحيد الله جد فعلها وهذا تحيد يعبدا كان توحد الله بعبادتك له نعم جحد الإنسان جحد الإنسان جحد التوحيد الله للفعلات يعني نقول له إذا كان الله تعالى جعل ترك الصلاة كثيرا على السن النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركع فقد كفر فكيف بالذي جحد توحيد الله للفعلات وجعل مع الله إلها آخر فمن جحد بالتوحيد فقد كفر كفرا بينا ولأن قضية الكلام الكبرى هي توحيد الله للفعلات قضية الكلام الكبرى هي توحيد الله للفعلات فمن جحد بالتوحيد فقد كفر ومن كفر بالتوحيد الله للفعلات فقد كفر لأن الله خلق الخلق التوحيدي سبحانه وتعالى فعلات فلابد أن نفهم بأن هنا الذي يجحد الصلاة يكفر وعند بعض العلماء الذي يجحد أي شعير من شعال الإسلام يكفر عند كل علماء آسف الجحود سواء أتى بها أو أتى بها لكن من تركت صلاة تكسولا عند بعض العلماء يكفر أن الحنبلة من تركت الحجة عند بعض العلماء يكفر من تركت الصوم عند بعض العلماء يكفر فكيف من ترك التوحيد من زبح الغالي الله من نظر الغالي الله من طلب الغوص والمدد من غالي الله كيف أكون كيف أكون سيدنا نقول بأن من جحد التوحيد من كفر بالتوحيد وقد كفر بكل شيء لأننا نقول الذي يكفر بشعير من شعير الإسلام يكفر برقض من أركان الإسلام يكفر برقض من أركان الإيمان يكفر كل ي frank فكاذل من كفر بالتوحيد ولذلك الن almighty told me من كذب القدر فقد نغض تكذيبه وتوحيده ولدعنهم من أعظم ناس توحيد وهذا الجهو الثاني من دع غير الله ومن نظر غير الله فقد كفر قال الله تعالى قل إن صلاة ونسك ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بني حنيفة أو الصحابة قاتلوا بني حنيفة مع عدائي من بعض الواجبات الدين قاتلوا مع أستوى مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا ربنا محمد رسول الله يؤذنون يصلون فقاتلهم هم اتبعوا مسلمة فلذلك قاتلهم صحابة رسول الله وكفروهم بذلك لأنهم لو شهدوا بأن هناك رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا النبي ولما كذبوا النبي كفروا بذلك فقاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر الذي هو فيه بأنهم أقروا بأن هذا بأنه مسلمة نبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بعد نبي أنا خاتب نبيه وقال الله تعالى محمد الرسول قد خالد من قبل الرسول قال الله تعالى ما كان محمد أب أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتب النبي قال وعطيت ستة فذكر منها قال وليس بعد نبي هو خاتب خاتب الله بالنبيين فقاتلهم الصحابة الكرام كان بابلنهم كما قلنا صدقوا مسلم الذي قال بأنه نبي وقاتل أبو بكر أيضا من منع الزكاة وأن كان هناك خلاف من العلماء في منع الزكاة هل قاتلهم على الكفر ردة هل قاتلهم حدا للزكاة وأن كان الراجح عند قبل الجمهور العلم أنهم يكفروا نزلوا تحت الردة للغالب أن الغالب الذي كان في هذا التوقيت في الردة كما قال أبو هريرة مات رسول الله وكفر من كفر من العرب ما بقي لطائف من مكة والمدينة والطائف فقط والباقي كله رجع إلى حتى عبادة الأصنام فنزل تحتهم نزل تحت المرتدين فقاتلهم أبو بكر رضي الله عندما قال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعني يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتلتهم بالتحول بالتحول يجب منها كيف تقصيل السلف في هذا وكيف أنا قلت بحوالي 10 أشرتاء أكثر في الأصول الفريقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة المعرقة فأنا تكلمت عن هذه المسالة فالإخوة ترارع هذا الباب والأخوات الفضلات يراجعنا هذا الباب نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما